الحوثيون يستحوذون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي في مناطق نفوذهم تصريح من البرنامج تأخر نحو أربعة أعوام من عمليات السطو والتوظيف الحربي للمساعدات الإغاذهية التي توفرها الوكالات الأممية ومن بينها برنامج الأغذية العالمي تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغدائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة وذلك إثر تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة صنعاء وبعد اكتشاف أن هذا التلاعب يقع من قبل الشركاء المحليين الذين يكلفهم البرنامج بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها حيث وقع الاتهام على مؤسسة محلية تابعة لوزارة التربية والتعليم التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء وخلال حملات الرصة التي أجراها البرنامج تم جمع عدد من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك كما تم اكتشاف مسؤولين محليين متورطين بالتلاعب في اختيار المستفيدين وفي تزوير سجلات التوزيع واكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اعتبر هذه الممارسات بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعة واعتداء بالغا يحدث في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام وطالب بالعمل على وضع حد فوريا لهذا السلوك الإجرامي وحذر في الآن نفسه من أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون لدى البرنامج من خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون للحرمان أعداد كبيرة من المحتاجين للغذاء الذي يعتمدون عليه وسيواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية وفي الجانب الآخر تتولى الإمارات عبر تشكيلات المسلحة التابعة لها ممارسة الإعاقات المتعمدة لجهود المنظمات الإقليمية التي تقدم المساعدات إلى اليمنيين خصوصا إذا كانت تلك المساعدات قادمة من دول مثل تركيا أو قطر أو الكويت ومتجهة إلى تعز على نحو يعكس التأثير الواضح للأجندات السياسية الصارخة لهذه الدولة الأمر الذي أبقى تعز ضحية حصار مزدوج يمارسه الحوثيون كما يمارسه الإماراتيون اشتركوا في القناة